بسم الله و الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و على آله و من و لا ثم ما بعد نرحب بكم في مقرر القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنكون معا في قسم الحديث الدرس الرابع الخلق الحسن في البداية من المهم أن نراجع الدرس السابق فمن يتذكر ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ أحسنتم أخذنا في الدرس السابق الجليس الصالح و جليس السوء الآن سنسأل أسئلة و أتمنى منكم الاستعداد حتى تجيبوا على هذه الأسئلة ثم بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد السؤال هو شبه النبي صلى الله عليه و سلم الجليس الصالح بحامل المسك وضح وجه الشبه بينهما وضح وجه الشبه بينهما بين الجليس الصالح و بين حامل المسك ما وجه الشبه بينهما؟ لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك ما وجه الشبه بينهما؟ ما الرابط الذي يجمع بينهما؟ أحسنتم نقول أن الجليس الصالح لا يصل منه شر بإذن الله عز وجل بل تجد منه الفائدة والنفع في الدنيا والآخرة كذلك بائع المسك فإنك تجد منه الرائحة الطيبة سواء اشتريت منه أم لم تشتري منه فهذا هو وجه الشبه بين بائع المسك وبين الجليس الصالح السؤال الثاني شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير وضح وجه الشبه بينهما ما وجه الشبه بينهما شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير ما وجه الربط بينهما ما وجه الشبه بينهما أحسنتم نقول أيضا كذلك أن جليس السوء يحصل منه الضرر في الدنيا والآخرة ولو بمجرد المجالسة ولو بمجرد أن تكون مرافقا له مجالسا له كذلك نافخ الكير فإنه إن لم يحرق ثيابك فإنك لا تعود من مجالسته إلا بالرائحة السيئة الرائحة الخبيثة لهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير لأنك لا تستفيد منه إلا السوء لا تستفيد منه إلا السوء ولو بمجاورته كما نافخ الكير لا تستفيد منه بأقل شيء إلا بالرائحة التي تحملها من قربك من هذا من نافخ الكير بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد اليوم بإذن الله سنأخذ الوحدة الثانية الصحبة وحسن الخلق الدرس الرابع الخلق الحسن في نهاية هذا الدرس بإذن الله أولا سنبين معاني الكلمات الغريبة التي قد تشكل على البعض معرفة معناها كذلك سنتعرف على الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه كذلك سنوضح فضل حسن الخلق ما الفضل المترتب على من حسن خلقه ثم ختاما بإذن الله سنستشئر جميعا أهمية حسن الخلق أهمية حسن الخلق ننطلق أولا في قراءة الحديث سنقرأ الحديث نتمنى منكم التركيز في النص عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون نعيد قراءة الحديث مرة أخرى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون في هذا الحديث كما جرت العادة أول ما نتعلم منه ونتدارس فيه ما هو؟ ماذا نأخذ في هذا الحديث؟ أحسنتم نتعرف على راوي الحديث الصحابي الجليل أبو ثعلبة ماذا تعرفون عن هذا الصحابي؟ أبو ثعلبة ماذا تعرفون عن اسمه أو عن شيء من صفاته أو شيء من مناقبه؟ سواء قرأتم ذلك أم سمعتموه أم رأيتموه في أي وقت إن كنت تعلم بمعلومة عن هذا الصحابي نتمنى منك أن تخبرنا عن هذه المعلومة الصحابي أبو ثعلبة الخشني أحسنتم نقول هو الصحابي الجليل جرهم بن ناشم من أهل بيعة الرضوان وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نويبتة خير لماذا؟ لتصغيري نابتة لتصغيري نابتة فهذا شيء من سيرة هذا الصحابي أبو ثعلبة الخشني بعد ذلك نأتي إلى ما هي الكلمات التي قد تشكل على البعض معرفة معنائها فننطلق أولا في أول كلمة من هذه الكلمات الثرثارون ما معنى كلمة الثرثار؟ الثرثارون ما المقصود بهذه الكلمة؟ من يجيب على هذا التساؤل؟ وهذا السؤال؟ الثرثارون أحسنتم نقول الثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة الذي يكثر الكلام من غير فائدة فبهذا نقول هذا هو وصف الثرثار من هو الثرثار؟ هو الذي يكثر الكلام من غير فائدة الكلمة الثانية في هذا الحديث المتشدقون ما معنى المتشدقون؟ أحسنتم نقول المتشدق الذي يتكلم بملء فيه تكلفا الذي يتكلف في الحديث هذا هو المتشدق المتشدق بعد ذلك نأتي إلى الكلمة الثالثة والأخيرة معنا في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفيهقون ما معنى المتفيهقون؟ المتفيهق ما المقصود بهذه الكلمة؟ أحسنتم نقول المتفيهق الذي يتكلم تكلفا باستعلاء وتكبر يتكلم بتكبر الذي يتكلم بتكبر هذا هو المتفيهق لهذا نقول ننتبه لهذه الصفات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نأتي إلى المعنى العام لهذا الحديث يخبر هذا الصحابي الجليل أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتصف بهذه الصفة فالآن نبصر ونبحث ما هي الصفة التي من فعلها كسب هذه المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر الأول الجائزة الأولى الهدي الأولى كسب محبة النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم في الآخرة وأقربكم مني في الآخرة أي وهذا من فضل من يتصف بهذه الصفة أي أنه يكون قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فكلما زادت أخلاقك الحسنة كلما كنت أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسناقا لهذا الحديث ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هو الذي يحصل على هذه الجائزة جائزة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فقال النبي محاسنكم أخلاقا أي من حسن خلقه من كانت أخلاقه جميلة أخلاقه طباعه كلامه حديثه أفعاله كلها حسنة فلهذا أخبر النبي بمن حسن خلقه بهذه العدية ثم في المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغضكم إني وأبعدكم مني في الآخرة عكس ما سبق عكس ما سبق من هم هؤلاء الذين حقا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب منهم وأن يبغضهم وأن يكونوا بعيدين عنه في المجلس والمنزلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء قال مساوئكم أخلاقا من يكذب من يقول من يستهزئ هذه الأخلاق السيئة التي تأتي في اللسان أو تكونوا بعمل وفعل الإنسان هذه من المساوى التي يحذر الإنسان منها حتى لا يقع في هذا المحظور ثم ضرب أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين ساءت أخلاقهم ما هي الأمثلة؟ قال أثر ثارون كثير الكلام الذي يتكلم كلاما كثيرا بغير فائدة كذلك المتشدق الذي يتكلم بملء فيه تكلفا كذلك المتفيهق الذي يتكلم تكلفا بتكبر وتعالي فهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم من يتصف بهذه الصفات والمساوئ السيئة فيما يتعلق بالأخلاق بعد ذلك نأتي إلى معاني الحديث وإرشادها ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ من منكم يستطيع أن يقول لي ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ الحديث الآن بين أعيونكم وتذكروا ما قلنا قبل قليل فيه معنى هذا الحديث بشكل عام وكذلك معنى الكلمات في هذا الحديث ما هي الفائدة التي نستفيدها من هذا؟ الحديث أحسنتم أيضا ماذا؟ ماذا نستفيد؟ أحسنتم نقول أبرز تلك الفوائد أن من الأخلاق الحسنة طيب الكلام وكذلك اللين الرفق مع الناس الابتسامة البشاشة في وجوههم هذه أمثلة على الأخلاق الحسنة والأخلاق الحسنة كثيرة جدا أيضا نقول من الأخلاق السيئة كذلك نتعلم سوء الكلام وكثرته من غير فائدة ومن غير حاجة الغلضة والشدة على الناس تعبيس الوجه لهم كل ذلك مما يعد من ثمرات سوء الخلق التي تورث بغض الناس في الدنيا والبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فالناس تكره الثرثار الذي يتكلم يتكلم كثيرا بلا فائدة كذلك تكره المتكبر الذي يتكلم المتفيهق كذلك تكره المتشدق لهذا نحذر من هذه الأمور حتى لا نقع في هذا في هذه الصفة السيئة أيضا من الفوائد أن الثرثرة منهي عنها سواء أكانت كلاما مباشرا أم عبر وسائل وسائل التواصل المختلفة فلهذا نقول مثل الهاتف برامج التواصل الاجتماعي وغير ذلك فلهذا من منكم لديه حساب في وسائل التواصل أو في غيره فإنه يحرص على أن يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة وهي الكلام الكثير بغير فائدة الثرثرة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها كما جاء في هذا الحديث بعد ذلك نأتي إلى سؤال النشاط نحتاج منكم الآن نغير في الجلسة ونستعد حتى إذا قرأنا السؤال نجيب مباشرة على السؤال سيظهر أمامكم السؤال نريد الإجابة السريعة عليه السؤال هو لحسن الخلق فضل كبير وأجر عظيم ما الفضل الوارد في الحديث لمن حسن خلقه من يكون خلقه حسناً من خلال الحديث هذا الحديث الذي أمامكم يوجد جائزة ومكافأة وهدية لمن يكون في أخلاقه حسن أو من يحسن أخلاقه ما هو الفضل؟ ما هو الجائزة في هذا الحديث التي جاءت في هذا الحديث؟ أحسنتم نقول محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم هذا الأمر الأول كذلك نقول قربهم منه صلى الله عليه وسلم في الآخرة فمن يريد أن يكون قريباً من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فليظهر بهذه الأخلاق الحسنة وليحرص عليها ويجاهد نفسه في أن يتصف يتصف بها ثم بعد ذلك نأتي إلى الجزء المهم والأخير في درسنا على وهو ما هي التطبيقات السلوكية بعد أن استمعنا إلى عدد من الفوائد وتعرفنا على هذا الحديث نريد الآن ماذا نخرج من هذا الحديث لنطبقه عملياً في حياتنا ماذا فكرت تريد أن تقيمه في بيتك ماذا فكرت تريد أن تقيمه مع أصحابك ماذا فكرت تريد أن تقيمه في مدرستك فيما يتعلق بهذا الحديث من يستطيع الإجابة على هذا الأمر ما هي الآثار السلوكية ما هي الأعمال التي ستفعلها ستقوم بها بإذن الله بعد أن ننتهي من هذا الدرس ما هي الأمور والممارسات التي ستقوم بها واستفدتها من هذا الحديث من يستطيع أن يقوله مثالاً على التطبيقات السلوكية أحسنتم أيضاً ماذا نريد أكثر من ذلك أحسنتم نقول أهم شيء وأبرز عمل نخرج من هذا الحديث أن أحرص على الاتصاف بالأخلاق الحسنة أن أكون حريصاً على أن أتصف بهذه الأخلاق وأن أجاهد نفسي على ذلك حينما نلعب بالكرة فأجاهد نفسي على أن لا أغضب على أن لا أتلفظ الألفاظ السيئة أتذكر هذا الفضل في من حسن خلقه أنه أن النبي يحبه وأنه سيكون بالقرب منه صلى الله عليه وسلم لهذا أتصف بهذه الصفات الحسنة أيضاً في المقابل نقول أتجنب كثرة الكلام من غير فائدة أتجنب كذلك التكبر على الناس والاستعلاء عليهم وهذا ما جاء به هذا الحديث بعد ذلك نأتي إلى أسئلة التقويم الآن نريد أن نتأكد عن مدى فهمنا لهذا الدرس واستيعابنا لهذا الدرس السؤال الأول على ما يدل اهتمام الإسلام بالخلق الحسن لماذا اهتم الإسلام أو بمعنى آخر حينما اهتم الإسلام بحسن الخلق يدلك ذلك على ماذا ماذا تفهم من هذا الاهتمام ما السبب أن الإسلام اهتم بحسن الخلق من يجيب على هذا السؤال على ما يدل اهتمام الإسلام بالخلق الحسن أحسنتم يدل على حرص الإسلام في صلاح أحوال الناس أن تصلح أحوالهم وأن يكونوا مجتمعين محبين لبعضهم البعض لهذا نشر السلام نشر الإهداء الهدية أيضا فيما يتعلق بالكلام الحسن الإبتسامة كل ذلك حتى يحرص على أن يجتمع المسلمين وأن يتحد صفه بأن يكونوا كاللبنة الواحدة لهذا يدل على حرص الإسلام في صلاح أحوال الناس السؤال الآخر كيف يتعامل الناس مع الثرثار والمتشدق؟ الناس ماذا ينظرون إلى الثرثار والمتشدق؟ كيف يرونه؟ كيف يتعامل الناس مع الثرثار والمتشدق؟ أحسنتم نقول أنهم يبغضونه ويكرهون مجالسته ولا يرغبون بالجلوس معه ولا الحديث إليه لأنه صاحب خصال سيئة فهو متكبر في كلامه وهو أيضا يتكلم ويزيد في الكلام من غيره فائدة فلهذا الناس تبغض وتكرأ أن تجالس لهذا نحذر من هذه الصفة وأن لا أن نتصف وأن لا نتصف بها بهذا ولله الحمد في نهاية هذا الدرس أولا بينا معنا الكلمات الغريبة والتي قد تشكل على البعض معرفة معناها كذلك تعرفنا على الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه كذلك وضحنا فضل حسن الخلق وأن من حسن خلقه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا كذلك قربه من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بإذن الله في نهاية هذا الدرس قد استشعرنا جميعا أهمية أن تكون أخلاقنا حسنة وقلنا أننا بإذن الله بعد نهاية هذا الدرس أننا نفتح صفحة جديدة في أننا نتخلق بهذه الأخلاق بهذه الأخلاق الإسلامية الحسنة بهذا نكون الله الحمد انتهينا أشكر لكم تفاعلكم وحرصكم وألتقيكم بإذن الله في درس قادم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد